ترجمة نانسي قنقر من تنفيذ لا من خلال القانون 52005 ولا كذلك من خلال القانون 1614 ونحن مقابلين كمهنيين لنقل الطرق بطبيعة الحال على تعديلات على هذا القانون هذا لأنه كانت عدة مستجدات ظهرت في الأوين الأخيرة في السنة الأخيرة ولابد أن هذا النقاش يكون نقاش مؤسساتي أولا بين الجهات المخول لها تنفيذ وتطبيق مدونة السرع الطرق وكذلك بين الفاعلين المهنيين والخبراء وكل الجهات المتدخلة في هذا القطع من أجل الخروج بتوصيات يمكن تضمينها وإرسالها للجهات الوصية على أساس أنها تتخذ بعيد الاتبار في إطار تعديلات التي تعتزم وزارة النقل اللوجيسي قيام بها على قانون السرع قانون مدونة السرع 1614 وهي رسالة لكل مستعمل الطريق لأن الاحترام لكل القوانين هو فضيلة اليوم نرى ما يقع في الطرقات كل كل مهنيين أولا وكذلك كل المستعمل للفضاء الطرق لابد أن يتقهدوا بالمقتضيات القانونية ويحترموا قانون السرع أن في الحترام القانون السرع أولا تنمية البلاد دينا والحفاظ على الأرواح لأن هذه الأرواح غالية جدا وتكلف الدولة المغربية يعني أموال طائلة القليل من يعرف هذا الموضوع وتؤثر كذلك النتيج الداخلي في الإطار دينا المشاركة والأبواب المفتوحة للتدخل وإعطاء عدد من الاقتراحات في مدونة السير التي تتبلور حاليا المولود الجديد سيخرج من بعد إحنا أحضرنا هنا في لجان مهمة جدا التي تنضم لها القضاء والشرطة والدراك وكل الفاعلين من باحثين وأساتد جامعيين لتبلور واحد النتيجة التي تكون مقبولها من طرف الإدارة ومن طرف المواطن وفي المستوى المواطن المغربي كان أعرف أن حوادد سير رغم التدخلات بالوصول البشاري والآلي مدى ما تحوادد طالعا بزاف وكتخسر الدولة الملايين من الدراهم تقريبا 19 مليار الدراهم سنويا زيادة على المآسي وعلى المشاكل الاجتماعية التي تدفع التمن دي البلاد الصنادق الوطنية وكذلك المواطن المغربي أو الضيوف ببلادنا لذلك لا بد المواطنين والمهنيين كيف من جميع الشرائح باش يديروا يدفيد وكذلك باش يتنظم حتى الشق المهني من النقل بشدة أنواعه على الطرف العمومية لإحترام البنية التحتية لتهيئة بدأت كتقاس بعدم وجود قانون لهو موازي للعولمة وموازي لكل ما هو جديد على الطرف العمومي هناك مخالصة أخرى لتصرف منها موسيقى 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 شكرا